عاد طبيبا من أوكرانيا فعمل نصابا في بغداد قصة غريبة لشاب أراد أن يعادل شهادته كي يصبح طبيبا بعد دراسته في أوكرانيا فانتحل صفة محص الجباية عند أمانة بغداد ليجني الأموال الطبيب الشاب نصب على أهالي العظمية واجن منهم أموالا ضخمة وبعدها تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية مكافحة إجرام بغداد دكتور عنده عاوز مالي ودي ريدي عادل شهادته دارس بأوكرانيا ودي عادلها في زور التعليم العالي وما عنده ذلك الأموال فجدت الفكرة أنه يجبي أموال مع المي من منطقته فبدأ نقع الباب بحجة أمانة بغداد أنه انطوني الاستماع الفاتورة مع المي بسمان لأنه نبدل لكم المنظومات المي جديدة طبعا في موقوف واحتراف وجدت الناس تكت عليها لأنه يجيب منهم أموال كبيرة الطبيب النصاب أصبح خلف القضبان حادثة جعلت أمانة بغداد تعيد النظر في متابعة محصلي جباية الأمانة تحدثت لنا عن الإجراءات التي ستتخذها حيال عمل محصلي جباية لمنع عمليات النصب والاحتيال على المواطنين والتي تحدث باسم أمانة بغداد هذه النقطة اللي صارت النصب والاحتيال راح يخلينا احنا كعلاقات وإعلام نجهز الأخبار لسيد معالي أمين بغداد ونقول لأن يوعز له هذول الجباة أنه يكون لهم بروشور ممكن نخلي بروشور هنا أنه هذا معرف اسمه ودائرة مع بغداد ويا بلدية يعني يا منطقة وقد يعاقب الطبيب النصاب بسجن لمدة خمس سنوات وفقا لفقهاء في القانون ومعه تعلن الأجهزة الأمنية على نحو متكرر عن عمليات اعتقال لأشخاص ينتحلون صفات تصل إلى مناصب كبيرة في الدولة للحصول على الأموال من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر